نهاردة منتخب التونسي بدون علي معلول وسيف الجزيري والله انا مش عارف انا حاسن برضو فيه علامة استفهام برضو يعني انا شايف برضو ان علي معلول المفهود برضو يكله وجود حتى سيف الجزيري برضو على قل يكون بديل يعني سيف الجزير برضو يعني بنشوفه كويس جدا هنا في دارهم مصري بيعرف ياخد ضرباء جزاء بيعرف يروح لجوم بيعرف يجيب جون تمام تحرك بدون كورة بشكل كويس علي معلول يعني بصراحة يعني بيعمل جبهة ممتازة السستات ولا اروح من كده الكورة السبتة بهم جدا بيعمل علي معلول اقدر استفاد بيه فيعني اعتقد يعني اتمنى الفتر اللي جاية شاركه يعني طيب خلينا بقى نشوف رأيك في مستوى البطولة بشكل عام يعني حتى الان اليوم الثالث اول يوم طبعا يعني الافتتاح وبعد كده اليومين مبارح والنهاردة والله البداية قوية كابتل الاسلام والمفاجأ اللي حصلت النهاردة بتغيرك كل الموازين صحيح المفاجأ اللي حصلت من المنتخب السعودي ضد منتخب الاجرانتينو فوزهم الكبير دواتي التاريخي دي بتغير كل شي دي بتخلل كل الفرق الكبيرة هتركز تمام ان حتى احنا بنوانا عايزين نشوف حسان اسود يعني خلاص ما ممكن يكون المنتخب السعودي ده بربع ليه هو النهاردة بقولك المنتخب السعودي الحسان الاسود البطول صحيح بكل سهولة جدا تمام لكن احنا لسه ما شوفناش لسه ما شوفناش بقية الفرق فعشان كده مش هنعرف نحكم بشكل كامل مين كويس ومين مميز ومين مش مميز طيب ايضا رأيك في الحضور الجماهيري المتواجد وكذلك التنظيم بالنسبة لدولة قطر طبعا تنظيم رائع طبعا بنحييهم طبعا دولة قطر على التنظيم الرائع دوت والافتتاح الكبير الحضور الجماهيري كمان يعني حاجة يعني بصراحة امكانيات غير عادية من كل الجماهير بتكلم في 32 دولة بتكلم 32 جهامهور بتكلم مثلا على اقل 10-15 ألف من كل دولة رايحين يستمتعوا بكاس العالم الامكانيات كمان الموجودة من اللجنة المنظمة في دولة قطر بصراحة سهولة غير عادية في الخروج والدخول كل حاجة المواصلات بالمجان فيه امكانيات شاشات في المناطق الحضائق عشان يساعدوا الجماهير انها تتفرج بشكل كبير على المباريات الخدمات متوفرة بشكل كبير اعتقد لحد اللحظة ديها كابتن الاسلام نجاح باهر لدولة قطر طيب هل ممكن نشوف مفاجآت خلال الفترة الجاية؟ طبعا طبعا اكيد اكيد لازم يكون فيه مفاجآت